السبب التاني بيحصل في بعض الولادات المتعثرة اوعى ياخد كلامي ده على ان اولادة عادية ولادة متعثرة حصل مشاكل وهيبتولد الطفل حواليه سائل الطفل حواليه سائل أمنيوسي السائل ده ممكن يهرب في الدم ويخش على الرقة يعمل مشكلة كبيرة جدا زي اللي عملها الده بالظبط فلاقي العيان الوظائف الرئاب تتدور بسرعة جدا هذا لا يحدث الا مع مع ايه ولادة متعثرة فقط الولادة الطبيعية عملها متعثرة ولا القيصرية ولا القيصرية ولادة متعثرة وما كانش قيصرية فممكن تعمل هذه المشكلة اللي هي جزء من السائل اللي عوالين البيبي راح هربان في الاوردة وطلع على الرقة فدي مشكلة طبعا لها حلول كتير جدا واحنا بنقابل حالات كتير جدا جدا